يعني الإدارة الأمريكية الجديدة تحتاج إلى أكثر من شهرين للاستلام الإدارة الأمريكية وبالتالي هذه الحرب العدوانية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة هي مستمرة ويتواصل الاحتلال في تجويع السكان في فرض الحصار ومنع المساعدات من دخول قطاع غزة وكما تحدث لازارين يعني ما يدخل على قطاع غزة هو يعني لا يتزيد عن 6% من احتياجات قطاع غزة والبالغ عدد سكان أكثر من 2.4 مليون من السكان وبالتالي الإدارة الأمريكية يعني تحتاج إلى وقت للوصول واتخاذ القرار في ظل حكومة متعنتة يتزعمها نيتنياهو والذي يرفض كافة الحلول وكافة ما توصل له الوسطى وأنت تعلم تصريحات الحكومة القطرية عن تخليها عن الوسطى وهي واضح بسبب التعنت الصهيوني لأن الحكومة الصهيونية لا تريد وقف الحرب وحتى أيضا لا تريد أسراها يعني المشهد يظهر أن هذه الحكومة ماضية في التطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة يعني هذه فترة الثلاثة شهور أو أقل من ثلاثة شهور هل ستنعدم فيها الحلول السياسية بالنسبة لقطاع غزة أو حتى لبنان يعني الرئيس المنتخب ترامب يعني في ضمن حملة الانتخابية وعد أنه سيوقف الحروب ولكن هذه الحروب يعني تأكل مثل النار في الهشيم تأكل أهالي لبنان وقطاع غزة وأيضا الضفة الغربية ومن المفروض أن يكون هناك تدخل من الإدارة الأمريكية الحالية التي هي الداعم الأساسي لهذا الجيش الذي يقتل الأطفال والنساء ويدمر المستشفيات في قطاع غزة وواضح أن في الأفق لا يلوح أي حل للوقف الحرب لا في لبنان ولا في قطاع غزة وثابت أن هذا الاحتلال ماضي في التدمير وأنتم تشاهدون أن الطائرات الحربية الصهيونية تدمر قرى بأكبلها في جنوب لبنان وأيضا تدمر شمال قطاع غزة مربعات سكنية وأحياء في الكامل مما يدل أن هذه الحكومة الصهيونية ماضية في هذه الحرب حرب الإبادة وحرب التدمير وأرضا يرافقها حرب التجويع لأهل قطاع غزة وخاصة الشمال الذي أصبح سلاح التجويع هو أمضى من سلاح الطيران الحربي الصهيوني وهذا نهج للحكومة الصهيونية وأنت تذكر في 12 أكتوبر العام الماضي عندما صرح وزير الدفاع الصهيوني السابق قال بالحرف الواحد لا غذاء لا ماء لا كهرباء لا وقود وهذا ما حصل فعلا طيب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إن تم التوصل إليه هل من الممكن أن ينسحب على قطاع غزة لا سيما أن إسرائيل حاليا تنفذ خطة الجنرالات في الشمال وتحاول تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء يعني واضح يعني ما يحصل في شمال قطاع غزة هي تحقيق وتنفيذ لخطة الجنرالات وهو التهجير القصري يعني تحت النار وتحت الحرب الصهيونية ضد السكان والقصف للنازحين وما يحصل في لبنان أيضا هناك فقط مضيعة وتضيع للوقت من الحكومة الصهيونية ولديها مخطط لتفريغ جنوب لبنان يعني حتى لو كان هناك وسطة وهذه الوسطة ستحتاد إلى وقت كما شاهدنا في الثلاثة عشر شهرا الماضية دائما كان هناك تعملت من الحكومة الصهيونية في قطاع غزة وأيضا سيستمر ذلك وينسحب على موضوع الحرب العدوانية على لبنان وهذا يترتب عليه مزيد من الضحايا في لبنان كما نشاهد التدمير والقتل والغارات اليومية يعني ما يحصل في لبنان هي حرب إبادة أيضا هناك شهداء يوميا هناك ترحى تتحدث عن أكثر من ثلاثة عشر ألف شهيد في لبنان وأيضا أكثر من مئة وخمسة وخمسين ألف في قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود أشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير العربية محمود الصيفي على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من مدينة نابلس بالضفة الغربية